نأتي إلى مسألة معروفة أيضاً عندنا وهي قضية رهن البيوت أو رهن الدكاكين كيقول لك عنده بيت ويريده مالاً إما أنه ذاك البيت بقي ما يكملش بالبني يعني ابنه واحد اللي طاج وبغاي يكمل البيت طاج الثاني ولا ابنه جيش بغى الثالث ولا بغى مثلاً يفيني هذك شي مزيان ولا بغاي يشري الأتات فاش كيدير كيفرغ واحد طابق من الطوابق ديال البيت دياله وكيدخل الراهن كيقول له غادي يدخل هو باشي غارضه في الراهن وإنما غارضه في فلوس هذك الراهن كيدخل بواحد لم يقدار كيعطيه مثلاً واحد ستة مليون ولا تمنيا ولا ذاك شعر يشتفقه وكيسكن هذك في الدار قديماً يعني قبل عقود كان يسكنه مجاناً كان كيسكنه مجاناً وكيقول له هذا غير سلف الله الإحسن هذا السلف الله الإحسن كيسكنه مجاناً طيب هاد المعاملة هي معاملة ريبوية وهي من صوري الربا المحرم وبزافت الناس مع وضوحي الأمر يعني يستشكيلون كيقول لك ودي في ما ما بليناش حنا فين كين ريباني طيب هاد الراجل سلف ثمانية المليون ملدر ملدر سلف ثمانية المليون ولا ملحانوت سلف ثمانية المليون عند هذك وغاد يرد له ثمانية المليون عنده حلو الأجر يعني سلفها له مدة عام ولا عامين ومن اللي غاد يخرج من الدر غاد يرد له ثمانية المليون فكان كيسكن فابور إذن هذك السكنه واش ما عندهاش قيمة هذك منفعة عندها قيمة لأنه إلا بشي يكري غاد يكري بثلاثين ناف ريال بربعين ناف ريال حسب الأحياء حسب المناطق والمدن رب دار عندها قيمة فمن اللي الناس شعروا وجابهتهم فتاوى العلماء قالوا ايوه الشخصنا نحل له ولكن في حقه ما نحل له غير تحيلوا على الشرع قال لكي واش نديروا نديروا واحد الكرار رمزي ونديروا ستة الاف ريال ولا تمنالاف ولا عشرة الاف طيب راه بقي الأمر هو يعني اختلفت الصورة شيئا ما ولكن حرام بقي حرام لأن هذاك الهامش ديال السومة الكرائية اللي هي مثلا كتشوار بعين الاف ريال ونت كتشوار بعين الاف ريال ونت كتشوار بعين الاف ريال إذن ديك ثلاثين الاف ريال هي اللي زيدة يعني انت كأنك أقردت صاحب البيت ثمانية ملايين ورضدت عليه ثمانية ملايين وثلاثين ألف كل شهر يعني شوف ملايين كتيرة ملايين كتيرة وكيقول لك هذا الرهن وكيستدلوا بالآية فرهان مقبوضة طبعا هذه جاءت في سياق مختلف تماما لأن الناس كانوا يسافرون ولا يكونوا معهم كاتب لأن هذه الأمة أمية كما أخبر نبي صلى الله عليه وسلم قليل فيهم التي يكتبوا ويقرأ لذلك قال الله عز وجل فإن لم تجدوا كاتبا وإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فرهان مقبوضة فرهان يعني كيخلي عنده شي حاجة ضمانة من أجل أن يستوثق من دينه يعني باش ماشي يقول لي مثلا أنا راه محتاج ويسلفني شي حاجة وحنا مصافرين ومحتاج أنا بتنشري كذا كيقول لي واخا باش أشغى يضمن لي إلا اتفقنا ومشيتي في حالك وما بقي كيقول لي واشوف غادي نعطيك هذا الدرع ولا غادي نعطيك هذا المتاع ولا كده هوادي يبقى عندك عشنا هو الشرط الشرط لا يستغل ذلك المتاع أبدا إنما يستغل ذلك الرهن في حالتين اثنتين كما قرروا الفقهات إذا كان هذا الرهن محلوبا أو مركوبا إلا كان دابة مثلا أعطاه واحد الحصان أعطاه هذك الحصان هذك الحصان غادي يركب عليه وغادي يطعمه غادي يبدأ يعلفه ويورده ويركب عليه أعطاه مثلا واحد البقرة ولا واحد الشات غادي يبدأ يطعمها ويمتفع باللبن دي لها لا حرج لا حرج في ذلك لكن أمور أخرى لا يجوز الانتفاع بها مثلا نرهن عنده دابة دي المراتو فمي مشيش الأخور يعطيه المراتو تزين به حرام عليه وإنما خصوه يعطيه ليه واحد الكيس واش دو يخب به ها هو عنده مرهون حتى يجي إذا فرق كبير بين هذة المسألة اللي هي شرعية وبين هاتش اللي كيدروا الناس أنت أعطيت ليه دار وساكن فيها وأنت أحقو بها أنت ما أعطيته لخاطرك ولكن أنت ما لقيتش اللي يسلفك فوجدت هذا فأسلفك تلك الأموال تلك المبالغ ثم سكن بيتك وأنت كاره لذلك إذن هذه القضية دي كل قرض جرى نفعا فهو محرم أي حاجة مهما كانت المنفعة قليل احتقضيك الإهداء يعني العلماء يقول لك شوفي لشي واحد جاء عندك وسلف من عندك واحد المبلغ جاء عندك قال لك ودي محتاج هتسلفني واحد مئة الف ريال رواقف عليها وراك هذا محتاج ومحتاج وسلفتها له يوضوزت واحد الأسبوع وقال لك وما حبابك عندي هجير وانا تغدى عندي هجير تعشي عندي كذا وما عمرك دخلت لداره ما عمره ما كان ذلك يجري بينكم كيقول لك هذك رهو يز يد هذك ريبا احذره ما عمره كان هذاك شي بيناتكم بل احتقى دية الركوب قال لك راك يمر عليه كان ديما كيدوز وراكب على هذاك شي وكيخلي غادع ليرجل ولكن نهار سلف من عنده زيد رسل تفضل تفضل ويركبوا معه هذك رهو الريبا فكانوا يحذرون أشد الحذر من أن يأخذوا شيئا من الريبا ما كان ذقيقا ولكن الناس الآن يعني صاروا يتساهلون في هذه الأمور إذن هذك قضية صورة ديالرهن ديالبويت وهي محرمة تحريما مؤكدا